هلع وذعر كبيران عيون تكاد تنطق من الرعب طوابير لا تنتهي أمام المصالح المخصصة للفحص الروتينية زاد من حدتها تزايد عدد حالات الإصابة بالوباء القاتلة وعدد حالات الأشخاص الموجودين في الحجرة كان بعض الناس اللي جيغين قريبا سبيل كما نقوله من خلال جولتنا عبر العديد من مستشفيات العاصمة والوطن تقربنا من المصالح الطبية وستطلعنا رأي القائمين عليها الضغط الهائل وكثرة الوافدين على مكاتب الفحص أرهق الكوادر الطبية وخلف حالات من التشنج ملاحدون من قطاع الصحة يرون في توافد المواطنين على مصالح الاستعجالات للكشف عن حملهم للوباء المرعب من عدمه وهم مجردون من الكمامات والقفازات الطبية الواقية مع غياب تام للإجراءات الوقائية يطرح تناقضا حقيقيا يعيشه بعض الجزائريون الذين يهلعون للفحصات الكاشفة بمصالح الاستعجالات فيما يمتنعون عن اتخاذ أبسط تذابير الوقاية كانت الوقاية ولازالت تمثل نصف طريق العلاجة فالوقاية خير كلها ومن صميم الوقاية أن لا تهاون ولا تهويل استعدادا لأي طارئ موسيقى